الاهلي نقصه نفس الحماسة لو عنده دي حنشوف بص عشر اسابيع عشر اولا كلم احنا في الاسبوع السبع وعشرين نقصينا سبع جوالات حنشوف سبع جوالات ولا احلى ولا ارواع بس انا بقول للراجل بتاع الاهلي صورش اخشاوشان شوي انشف شوي يعني اللعابة محتاجة كده محتاجة شدة جمدة جدا تقعدش كل شوية تطلع مبررات ومجهدين وتعبانين وبيموتوا ده فيه لعابة شباب تلعب مئة يوم وراء بعض من غير ما توقف زي احمد عبدالقادر وكريم فؤاد وفخري وزياد طارق بقى ده لعابة صغيرة تقدر تلعب زي ما عايزة وعندك اللعابة ممكن تلعب زي قوليت سليمان عندك لعابة وبيرسيتها وده لما يرجع ببقى له شعر غايب ما فيش اجهاد ولا بتاعهم بكسره ده مش بقى له شعر غايب يعني مش كل اللعيبة يا انا عنده الاجهاد ده لازم اللعيبة تبقى تحطوا ده مسئوليتها وده اللي قاله الكابت المحمود الخطيف لما قعد معاهم اللي مش هيدى الاهلي في السبع ثمان اسابيع دول او جوالات دول مش هيدى مكان السنة المسم الجاي لان انت مطلوب انك تحط روح الاهلي وروح الفنانة للحمراء وانت بتلعب زي ما الزمالك النهاردة الحقيقة بيقدي في هذه المباراة الزمالك وهو شغال ماشي في سكك طول الوقت يعني ايه سكك يعني برضو بيدعم الفترة الجاية هيعمل ايه الزمالك النهاردة تقوله مين في فيوتشر ممكن يلعب على حد في الزمالك يعني لما جيب التشكيلة بتاعت فيوتشر النهاردة يعني قوله الزمالك عايز اسمه يرجع عمر كمال مثلا يعني عمر كمال عبدالواء اصل احمد عاطف اصل احمد عاطف في اداءه النهاردة افضل من اداء سيف الدين الجزيري هل عمر كمال عالطرف افضل من امام عشور لما كان عشمال وزيزه عليمين انا بدي مثال يعني اي مثال يعني هل اللعبة اللي موجودة في الزمالك حتى الصغيرين زيني مار وغيره هل لعبت فيوتشر افضل مثلا الزمالك شغال بفكرة انه ما عندوش الفترة الجاية حاجة اسمها لعيب يوقفني عن طموحي في الفوس بلقب الدوري ولو ده حصل هتبقى يعني بص انجاز كبير جدا لنادي الزمالك بعد الفوس بيالكاس الزمالك هقولوك بس على خبر كده بيخلص مع المهدي مبارك المهدي مبارك ده لعيب بلعب في الفتح الرباط المغربي لعيب مغربي فيه كلام ومن ضمن اللعيبة اللي كانوا بيتكلموا عنها يعني خدوا رأيه اشرف بن شرقي قال لهم لعيب صاعد كواس جدا عندو 21 سنة بلعب في الفتح الرباط وعلى فكرة جاي له عروض قوية جدا من الرجاء والوديات في المغرب عاملين زي الالي والزمالك هنا اي لعيب يظهر عايزين ياخدوه وبرضه جاي له عرض من التراج التونسي بلعب هاف ديفندر صغير لسه عندو 21 سنة تقريبا الزمالك اتفق معنا كل حاجة اتفق مع الالف دولار اتفق مع الالي بياخد مليون ومئة الف دولار في السنة الحاجة الوحيدة اللي وقفة بين الاتنين قصة التلات سنين ولا خمس سنين هي دي الازمة يعني يلعب تلات سنين الزمالك يمضيه على تلات سنين ولا خمس سنين الزمالك عايز يمضيه على خمس سنين قياسا بسنه انه عندو 21 سنة فممكن بعد سنة التانية يتحاول لاليو ديانج والاقلي كان جايب الاليو ديانج ده صغير سنة في التانية النهاردة القالي بيقولك انا عايز 7 مليون فقاليو ديانج فهو العايب عندو 21 سنة فالزمالك دلوقت عمال يحاول يقنعه انه يمضي خمس سنين ويبقى ليه بونس بعد السنة التانية والسنة التالتة والسنة الرابعة وهجازة لكن هو مصر ان ياخد خمس سنين اشتركوا في القناة